بطولة جديدة أفريقية رائعة فيها تنفس كبير ما بينتمن فرق والفرق ذي يعني احسن فرق ما بودت وصل حيب البداية حتكون اكيد مع سان دامنز وبترة تتكو ام يامبا والولاد والتراجي ومين تاني من دال ايه ايه فراتك مش انا قلتت في الاول طيب ايه ده ايه ده الاهلي بعدين التراجي بعدين البداية بعدين الفرق الانوال التالية فالنهاردة احنا نتكلم ما حصل هذا الاسبوع في البطولة السوبرليك الافريقي وبالتحدي مرات الاهلي وسنبا التراجي وبعدين احنا نتكلم ما هي شوية كده على التراجي وشوية على البداية ولكن قبل ما نبتع الفيديو شوية كل التعازي بشوهدات الحرب الفلسطينية طبنا سمعتهم من الاهلي الجنة ومنصرهم وقبل ما نبتع برضو نعمل لها كشوس وقبل ما نبتع برضو نعمل لها كشوس وقبل ما ممكن لتفعل الكاسر جي لك كل الجديد عندنا وكان عادة معانا قدركم عمر الخادر ملك تحليل النادي الاهلي ما حدد من مباراة على الاهلي وسنبا التنزاني من اللي كان افضل يومي من اللي كانت صاحب ايه الفوز ولا لك ولا التعالي بينهم هو اللي كان عادي يلا بينا خش في التفصيل ويلا متش الاهلي وسنبا سنبا على طول فريق عنيف قوي جدا بدنيا فيه سرعات متمايزة جدا ويعني ايه باخر كم سنة كده لازم بيخش على سنفر القرطة بيتقبلها فيها حتى لو داد لما هزمه السنة اللي فاتت هزمه بطريقة بصعوب يعتبر فالتقرق مدش الاهلي ويسنبا بزاك مدش الاول هو خلص اتنين اتنين فيه تنزانيا ثم العودة كان في القهرة واحد واحد هل الاهلي كان فاعل استحق التقاهل ولا سنبا كان عريف يدن وصعب الامور على الان الاهلي لا ابو سنة صعب الامور ده اكيد بس انت في الكلام مدش زهاب تحديدا كمية فرص غير طوعة ايام بجاد اتنين يومش هي مش فرص هي اهداف هي عادة لوحات الفرص خلاص اللي هي الكرم كان عم الشبكة ايوه نعم مدش يقرص ستة اتنين مدش يقرص سبعة اتنين تمام؟ خرفيا لا يعني مدش في كل الرازم يشوف حل في ضوعة الفرص تمام؟ لازم يجب مهين معلش معلش مش مشروع اللي كنت عليه يعني خمسة اتنين ساعة بس معلش قوته في اللي هو العرضيات بالضبط ومعلتش هتبقى على العرضيات اوي يعني ايه ممتعة وكل اللي فيه وفيه وانما تكون عرضيات هتبقى على الارض ايش احلي حالة بالنسبة المورس بس بس عشان كن نازل قراره في طول كما هاي من جونة ايوة انت بتتكلم اضاعات فرصة بشكل روش طبيعي ده بالنسبة الموروات الزب يعني ما تيجي بقى الموروات العودة انت يعني الشوت الاول فرص صف صف وفكرت انت اتأهلت نزلت الشوت التاني اتأخرت في التبايرات تبتور روش طبيعي من العيبة استقبلت هدف يعني انت رجعت عشان انت الاهلي اه لكن انت بتتكلم لو اي فريق تاني كان بالاستيكار ده وستقبل هدف تسمعها مش حيارة بيرجع بس انت بتتكلم عشان انت الاهلي كل عادة الاهلي طبعا اياها ما تحطيك في المواقف ده مواقف اصعب من كده وفي ادوار مش بقى اقول لك دور تمانية تمام؟ اه الساعة قدام له ده برضو تأخر وقدرت انت تترجع عشان انت شخصية الاهلي بس احنا متكلم في نقطة تمام؟ بعيدنا عن شخصية الاهلي انك ما ينفعش تبقى يباستيطار وستيطار تبقى بدأ بنكله على اساسة تمام؟ يعني هو كل ما موصل للعايبة ان احنا فرص اهلينا عشان كده اللعايبة نزلت ده في الشكل ده تمام؟ تأخر التغييرات بحيط يا صراحة غير مبرر يعني تمام؟ ريدا صليم ما نزلتش بغير يوم تمام؟ انت عمل كده العايبة في الملع ما انت شاء الله يبقى الساعة تمام؟ ما اتدخلت تأخرت اتدخلت تأخرت موضوعك كله اللي انا حسيت اللي هو فعلا كان في ثقة زيادة زي حالة ولكن انت بدأت تأخرت فريق في أفراكي عضوها واكتر فريق طوب ولا كان في أفراكي وعضوهم بتتكرر كاس عالم ولكن مشكلة الاهلي هو للثقة الزيادة وحاجة تانية انا حساسك برضو ايه؟ اللي عبيب مش تززين بالثقة يعني معلش يعني كده انت مثل كسب في تانزانيا تاني سيف الراسة دول ماشر بزيادة ولكن الموتشة بزيادة لما يكون في تاعي دول كدر الله لو اتقال ماشر تقلق اهل اسماء جو واحد سيفر مسلا كل السنوات تتخالي بقى لو انت في تانزانيا مسلا ومتعادل واحد واحد وبعدين جد في القاهرة ومتعادلت اتنين ابنين ومتعادة انت تلعب انت في ايه؟ ما يعني معنى حصل اي فريق عربي او افريقي المفروض انت تلعب بي بطريقة ايه؟ اللي هو الاستماء العالي اوه عشان معظر الفرقة الافريقية تحتضع على القوى البدنية والسراط انت لو معرفتش يعني التحكم او التفايلة القائبة يعني يوقفوا الحتتين دول في الفرقة الافريقية كل سلطة بزيادة وهو ده اللي حصل قبل كده مع الاهلي اللي ملاحظة ده وزهرتين ومعلش يعني هو ضرب خمسة مرتين بس دي حاجة من الحالات برضو ايه؟ المستفزة بالنسبة او تستفز بقى مكون الاهلي بتاعت المباراة اللي والعشان بتاعت المباراة التانية وين شكتب هو مين كان مسيطرة فعلا الاهلي كان مسيطرة ولا سيمبا بس سبب الممكن بصري هو ماتش كان رائع مليون فرقين وسمب زي ما قولنا فريق من الفرقة الى العنيدة واللي ظهرت السنين اللي فاتت فكل مرة الان اكبر كده افتاق زانية معينج اه اه كده كان فريق كده يطلع لنا كده جوع جديد احنا نكونش نعرفه او بدرس كده انا نعرفه دولة السنة ده وسطع وديتلع فريق السلوخ فتعالي شوف الاحصائيات اللي عدماتش سنبا والاهلي في تانزانيا في الاول يلا المباراة دي قبل ما تتعب اصلا الاحصائيات اتنين فوز الاهلي واثنين فوز سنبا فانت طبع طبع ايه انت داخل يعني مش حيبقى فيه رغبة ولكن برضه انت انا دفع لي انت عايز تكسب المباراة صحيح في تانزانيا سنبا شار اتناشر خورة مقابل تلاتاشر الاهلي الاهلي صار تلاتاشر منهم تلاتة امتر تلاتة عضوانة تمام؟ والتلاتة دول هم هدفين ماشي حاجة معبولة تمام؟ عكس الكبير سنبا اربعة منهم واحد هدف او هدفين برضو خمسين في المائة هنا وقدر هنا ستين في المائة بس برضو في الاهلي كل فرصة ايوسة في النار يحاول يعمل يعني يسجيل ايه اتفق فرصة لو معرفت خارج الديان بالزات اعطوها معها صعبا الاستعراز كان موصل تاسعة وخمسين للاسة الاهلي مقابل واحد واربعين للاسة الاسمبا ويجلس وصل ستة وطمينة الاهلي مقابل اربعة وسبعين للاسة الاسمبا تعالي سوفر الماكش التاني اللي في مصر اللي احنا مفروط قلنا انا هنهاجم اكتر لكن كان كل انا عاملوا بتحفز بفاعي اكتر عشان كانت الاعطابة وكان خايف من السمبا اساسا دي حاجب الحاجات اللي انا استرطتها يعني ما بغض نزل انت اكبر وتلاخل انت اكبر من السمبا فانت مفروط انت لبالب اه الاهلي شط عشرين كورة على المرة منهم اتنين انطبقوا وملا اتنين واحدة هذا في ايه انت شايت كثير وبتضيع كثير طب دي اعلم استفهم كرير ايه اللي احنا قلناه وغيره ما اتماشي باعب مهاجم وكله حاجة بس انت بوله محتاج مهاجم فنشا مدست مش سريعة بس دي مقاطة احنا عايزين اه سريعة وفاهم حدة الهجوم يعني كلهم بالنسبة له ايه انا عندي مسلا السوريس الهجوم ممكن لها مسوريش ابيهم كلهم بس هالي كلهم بيعرفوا فيش كالكارات اولو بيعرفوا تمانية شرص للنسبة ليه السنبا التنزالي منهم اتنين انطلق منهم هدف واحدة التركيز كان في سنبا كان اقوى وافضر بكتين الاستحواز تسعة وستين بالنسبة الاهل مقابل واحد وتلاتين بالنسبة للسنبا والاكس واس خمسة وثمين الاهل مقابل سبعين في المية لديه السنبا ده باختصار القصة في مطش ايه اهلي وسنبا وتعالي معا اخطرش على مطش خفيف كده تمام مطش كده كده من ايه سانداوس بيترو قدرتكو احنا قولنا مطش ده حيب اسهل بالنسبة ليه كبير سانداوس سانداوس وكل اكسب اتنين سف وعرضوا تعالي سفر سفر فانتادا بيترو قدرتكو ده فريق خريب اساسا حيب يكسب السمال ويخسب المصيد احلات اه حاجة ده مطش المطشة اللي انا يعني محب اتفرق عليها والفريق ده برضو احنا كلنا محب مجدن فريق مزيمي مزيمي العميدة جدا في افراقيا بلوك امرو بنتفصل للدول اعطال اعطال في الكونفادرات ايه ومتن دلوقتي وصل ايه دول الاوروبا كان بلعب التراجي روح في الكون هناك الدرب واحد فيه ولكن التراجي بجهامت وعلى فكرة بالمناسبة التراجي تعالف ليه هو انه اصفر ويه احمر عشان هو بالنسبة لهم الدم والروح لاحمر والزهب بالنسبة لهم فالتراجي في تونس بصراحة والتراجي فعلي يستحق ولكن برضو مزيمي كان خطير في بعض الاوقات ولكن برضو ايه لازم التراجي مكتش اعلى حاجة انت وقت شد كتير على المرة وانتراجي فريقك بالضايع اعطال الخرص وانت بتحسل مكتش حرب اسهل بالنسبة لتراجي لا وزي ما اقول لك احنا تراجي احنا تراجي يعني انا دايمان من عشر سنين تمام الان لما تهم يروحي ملعبهم صعب جدا لحسنا ارزميته حتى فيه خطوط لا ملعب فريق وانا مستورة ملعب كم ساعة بدور يكتر افل خرمه فيه مش موجود بيطلع دايما من الادوار الاول دايما دايما مطليش مازنبي موجود فيه مازنبي تلاقيك على المنفريق تعبان كده يعني اعفق الزرام من دول المنفريق الزرام فريق كبير بس كم فترة غايب على السحة الافتقية بشكل عام المستورة تتوجيس يعني او انها مساء دي وصل دولتان بتقدمك تمام فالمواتش بالنتبه للتراجي بس انت تتكلم التراجي برضو يعني حدث الاخرق اه افعل يعني بالزبط يعني فريق كبير فريق وصل من اخر اربعة خمس نيات وصل اتنين ما واخد الفين وتوانتاشر واخد الفين وتوانتاشر من الولاد تمام وفرادس تحديدا قدام الجماهير متاعك قدر نوعي خلص المواتش تمام وكريمة اللي زودة غلت خلص تانية او خطر بتاعت حاجات كان ممكن يخلص اربعة مزمي تقريبا مرعش فرصة احدى اللي كانت اقول الشيط تاني دي اللي احو بيعمل على الجنب والتصدد يعني مزمي اصلا ما فينشي ايه وجود فريق استحديدا وعموما اصلا يعني ما تشوف فريق فريق كان اه كان فيه سود تغطية بطريقة غمية للبخيف او بطريق بالنسبة مزمي يعني انت لو خطت المواتش خمسة وعشرين او ثلاثين كان مشاعف بنت شرفية طيبة انت لاحق وتخيل المشكلة ايه يعني تخيل كده اتنين وفي المص واحد مزمي قالك يمسك الاول طب قد تاني القراب ده انت مش ملاحظه خالص طب حطها مصلا في الجون وكده انا شوف مني وده وقال فاكرت القراب بس هو اللي عجبني في الحتة دي برضو اللي هو عاليس مزمي عني في الملافع قاله لا لازم تاخد بك من هنا وانا ما ويديتبان الروح اللي عند اللعيمة او عند الحميز جزال اللي هو مش عاليس فريقه يخصي ان ينبه ويه الملاد ان ينبه فريق برضو من فرقة العميلة بدا ازدع بالبان بطريقة كويسة جدا ولكن جاء فريق عميله من اقوال فرقة الموجودة في فريقيا في اخر خمس او ست سنين زائد اللي هو من ابطال او من اسطير المغرب يعني فريق من فريق المتلزج فنجيه كسب واحد سفر الوداد وبعدين ربع المغرب كده قال لك ايه ندربهم ثلاثة كده كويسة فنحن يخفيفة عشان ندلع الدنيا الوداد وين ينبه انت كتبقى انت راح تبقى كده او انت راح تبقى فرقة واحد او ادنين لا خلينا نقول ان الوداد فريق فريقيا مورا فريقيا جدا جدا انت بتتكلم فريق من الفين وسبعت عشر لا الفين وسبعت عشر ووصلت سبعتاشر ووصلت ووصلت تساعتاشر ووصلت وانت بتتكلم احنا لو عايزين نرأتك كده مورشحين البطولة منكلم بالارقام والله الاهلي الوداد بعديهم خمسين خمسين سنداوز والتراج تمام فانت بتتكلم الوداد لا طبعا يعني الوداد فريقهم تكامل فريق مرأة في كل الخطوط من اول الحروسة في حد الوجوم تمام فلا بفرق رفيف جدا بعد الاهلي الاهلي والوداد وبعدين زي ما قلنا بالنسبة لي سنداوز والتراجي برضو ايه خمسين خمسين في التوقات وبالمناسبة الوداد دي يعتبر في خمسة منهم بالأول في المغرب اساسي وبغض النظر ايه؟ المغرب تتفين تير في أوروبا وانت بتدع افضل مغرب الأوروبي تي حاجة جدا فهو ده مختصار اللي حصل في السوبر ليج فالأفريق ولكن حاجة في مواجهتين متميزتين جدا في السميفانال الاهلي والسانداوز ده ماتش كل الناس عايزة ماتش الانتقال تمام غير ماتش التراجي والوداد وده دهرد العرب في جامد قوي فهو ماتش النور تقول العرب هيستنوه تفايل الصق واعتقد الماتش يرحب صعبين على الانبع فينا فهو ماتش السانداوز ده ماتش الصق بالدس بالأهل والأهل من بيطة العصر نوروز ويسا هو ورضه ايه؟ يعيز الودوق خمسة وهي فعلا قوت البطول ده ده فعلا من هي جامعة اقوى الفلأ في أفريقيا بأمان او بتتكلم المداد بتتكلم تراجي بتتكلم سانداوز حتى بيترو قددكو تمام بس انتتتكلم بقى السميفاينال درب النور تقفير الاربع فلأ من اشخين اللي بالدورة فأنا مش هتفجئ لو ايه فإيه خرج التنية حيب هو فريق كبير خرج التنية تمام هو احل حاجة للجمع الوحدة لا الان ان شاء الله حيبقى فيه فريق عرب موجود في الفانر وليه اله ثمان ان يكون ديه في الاتين العربين ان شاء الله الاهل التصعى عصم دعمت والوزد اضطر فيه اي حاجة اوه اي حاجة منهم ياخد ياخد الدفع عالي ويوصل الفانر وحيقولك الاهل هياخد الفانر لا لا الاهل 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 الهو الافضل في افريقيا والسنين اللي فاتتين فعلا وينه ويدا ويدا بزياد اوه اعطر الرباع الموجودين في السامل فانر دول هم اقوى فاق اقوى فاق اوه اعطر اي فريق من فاق ديه يروح فكس اقا هاي اجامل او اوه اي طفور عيب من اسزلات طيب. احنا كده خلصنا شغل افريقيا. كمام? احنا قلنا الاسبوع دي بزايا هنتكلم على الكورة العربية اكتر والافريقية. تعالوا بقى تخشي على دور اكتر اسيا عشان فيه مجالسات مجالسة بتحصل بانه. او اسكور. او اسكور. او اسكور. او اسكور. او اسكور. ده كيف مرح حصلتها يا رب. ده تبص فيهم انتو شو ما ايه احبها دي. تعالوا بقى بشتو بس اهم من الاعصائي ايه او اطفال. اه هاي احكي فادي. ده والتحاج كمبيلعب الفرقة الجوية من العرب. اه عمدو كزا بواحد ستر. ما عمدش خطيف. اه. واحد ستر. عادي. مش مشكلة. الشرجة كمبيلعب. ناصر فريق تاخد او اسباكستاني. واكيد مش اسمه ناصر بس ماشي. ايه الهلال كمبيلعب مبين? فريق برضو ايه محترم كده من الهند. حيث هم محترفين في كريتر. احنا ايه الصد و الفيصالي نتيجة مفحاجة اجبال الهند اللي هو ستة صفر صد على الفيصالي ده. في ايه يا حبيبي. لا تذكر كبير. مش فاهم انا انا قلت مسأل ايه موت شفر ثلاثة ثلاثة صفر. مسأل ثلاثة اتنين ماشي. ستة صفر. وفيصالي لا شكر الروح في الاهي على ايام اللي فاتت دي. الله يا رحمة المهببة في قدام الاهند. العين ورفيحاء العين. الاماراتي كسب في حاجة الصد اربعة واحد. والنصر والدحيل هو كان اتدربي وكان اقوى مطش في هزه جامعة حتى الان. والنصر كسب اربعة تلاتة الدحيل القطرة. بابرناس برناده حطيه هون صاروخي بشماله في حاجة بص. طوانية وثلاثين خمسين سنة حطيه هون جايبها. فعلا. ازها تايز ده ايه. مجلسات ايه ايه او اخروا اخروا اخروا. هل بيه حاجات ده احنا لازم نبلغ لحضراتكم معنا. ها ان شاء الله حيبقى فيه حاجة سيسمها ماتش كارد. حنتكلم على ابرز النتائج. وموضوع كلمش حيبقى في الصور حتى حيبقى برعا زي فيديو كده بالميوزيك. تمام? وحنتكلم فيها على ايه احسن او اقوى الموتوشة اللي تلعب. عشان اسبوعين كايفة حيبقى فيه الموتوشة اللي تلعب في السراعة. حيب? الهلال والاهل حالعبه النهاردة اساسا في درب بي رائع جدا. مايوناده السيسي درب بي رائع جدا. برسلونو اللي لما تندب تلاسك دل واحد يبص يعني يغطي على مصر كلها. الانتر ورومه في ايطاليا رابلي وميلان فيه. ايطاليا برضو ومارسيليا وانيون مطش ايه مطش الجواريح. هو الجواريح دي. تمام? فأنا اتمنى التوفيق اليوم برضى اصبح رفعين من الفائق كبيرة. طب الحمد لله وكسب اخر مطش على شواء. طب كله. بس. هو ده كان الفيديو بتاعنا اقومينا نكون الفيديو عبد المنعبق فان اعمل لايك وشير واسوكرب اهم وقلنا اتفاعل الانتراس لشي يجب انك كل الناس كالعيب كان معكم. مومي بوقت الانتر وشرفت الله الله وبرنا وسلام.